السلام عليكم عرف بعضهم الأغنية السياسية الملتزمة بالأغنية التي تحاكي ألم الناس والنفس الإنسانية تدافع وتقاوم من أجل الوطن من خلال الوتر والكلمة التي تقف صفا منيعا في وجه كل من يستغل ويعتدي على الأرض ضيف فنان ملتزم التزم غناء الأغنية الملتزمة عرف باستخدام الكلمة البسيطة المعبرة باللهجة العامية حاكى المدن والأشخاص والقضايا الإنسانية بأسلوب بديل مختلف عن باقي أنواع الغناء والطرب اعتلى خشبة المسرح لأول مرة عام 1974 ومنذ ذلك الحين صار المسرح لا يمل لقاءه مع جمهور لا يمل انتظاره هو من طرح خمسة أسئلة منتظرا إجابات عنها قائلا ما هيدا مبارح كان ولد كيف تبلع كل البلد أول سؤال مبارح أخونا كان فقير هلأ اتيابه من حرير تاني سؤال ليش العرب بعض النفط صارت حضارتهم زفت تالت سؤال كيف بيخلق واحد زعيم والتاني ما عنده مليم رابع سؤال كيف اليهودي مضطهد ما هو سارق لبلد هون السؤال ضيف الفنان الملتزم خالد الهبر أهلا فيك أستاذ خالد لنبدأ مباشرة مع خالد الهبر عادة ما تكون هناك مقدمات مع الضيوف ولكن لأن خالد الهبر بدأ معنا مباشرة منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى هذا المنزل سنبدأ معك مباشرة حدثنا عن خالد الهبر بعيدا عن الفن وعن الأغنية النضالية والأغنية الملتزمة نود أن نغوص قليلا وندخل في حياة خالد الهبر الإنسان بعيدا عن الفن من أي بقعة جغرافية من لبنان جاء خالد الهبر كيف كانت مرحلتي الطفولة والشباب؟ نحن الأساس من منصورية وحتى قبل المنصورية من عن الحلزون منطقة بجبل لبنان فوق بحمدون بس أنا خلايا ببيروت وربيان ببيروت والحياتي أنا جدي كان خوري فما ترك أرض يعني بس عمل خوري موزع الأراضي على أولاد عمه وقرايب وكله وما ترك أراضي لألنا تنعمر فيها شقفة بات مش مهم بس مهم كان ترباته عظيمة يعني وربى باية بشكل كتير منيح وباية ربانة متل ما ربى باية والده يعني خلقت بعائلة عملية باية كان عامل مطاعم والدت كانت عاملة مطبعة تعرفوا عبعدهم بالنضال بالعمل النقابي وبالعمل اليساري وتجوزوا فنحن ربينا بيجو كتير على يعني على احترام الناس على احترام الفقير يعني أنا مذكر مرة انه عم قلو إجا الزبال اللي ما بيقوله إجا الزبال إجا عامل النظافة يقول كلمة زبال مش كلمة منيحة هاي من الشغلات يعني اللي بتذكرها وإم كانت تحب الموسيقى كتير وكانت تضل تسمعنا موسيقى قدمة فيها كل ما تطلع قسطواني جديد لفيروز وللرحابني تجيبها على البيت وكبرنا بهجاوا العائلة يعني ما في يقول انه طفولة بائسة كانت كانت طفولة عادية ربينا على الحفة يعني حطونا بأحسن المدارس برغم انه كانوا يتدينوا طي يتفاعلنا المدرسة طبعا وقربينا بهالجو يعني بتذكر انه كان كان يجوا لعنا شيوعيين من من الوطن العربي هربانيين من العراق او من سوريا او من فلسطين يقعدوا عنا بالبيت ونحن ما نخبر حدا انه في عنا يعني ناس بالبيت انه إذا يجوا قرايب نذكر عليهم للجماعة اللي عنا ونستقبلهم للقرايب وانا كان عمري خمس ست سنين يعني وتعرفي ولد لازم يحكي بس مربيين على على السرية اذا بدي هلا شوي شوي بيانت يعني بلش تبين ميولي الموسيقية فكان كان بقى احدى رحلاته بي عم يحضر شي مؤتمر او شي بيشبل الجيتار معه ربما هذا ما عزز تعلق خالد الهبر بالجيتار حتى درسته في مرحلة تالية ايه بمرحلة لاحقا درسته يعني انا كنت حب قالت الجيتار كنت حبي يكون عندي جيتار لانه كنت عارف انه قالي شاملي يعني متل تاني قالي بعض البيانوه فتعلقت فيها كتير يعني انا مذكر اول ما جابوا الجيتار حتى ما ازعجوا اهلي اقعد بالسالون سكر على حالي بالليل واقعد دق وبحبيش تلاقي النوتات يعني كنت قبل ما بلش اتعلق ادرس الالي اتعلقت فيها وبنفس الوقت انا كنت اكتب بهديك الفترة يعني بين عمره 8 سنين للعشر سنين كان عندي محاولات شعرية كنت اقرأ كتير لمحمود درويش وفق زياد سميح القاصم محمد الفيتوري كنت معجب فيهم بقى كنت بلش حاول اكتب متل ما هن بيكتبوا طبعا بعدها اكتشفت انه انه انا اصلح لكتابة كلام الاغنية مش لكتابة الشعر الصافي بس اتأثرت فيهم كتير وبنفس الوقت كنت عم بتأثر بالمدرسة الرحبانية اللي كانت بعصر الزهبة بالاغنية المصرية اللي كانت بعصر الزهبة ابتداءا من سيد درويش وصولا لعبد الوهاب كنا عم نسمع كل هولي وبنفس الفترة كنا عم نسمع كمان الاغاني الغربية الاغنية الفرنسية اغنية النص الفرنسية اللي هي تأثير علينا كتير كبير الاغنية البرازيلية اغنية اماركة اللاتينية اغنية الانجليزية مثل البيتلز وغيرهم رولينج ستونز وهيدا خلينا نعمل فرقة كان عمري 14 سنة عملنا فرقة غربية وقتا اول فرقة عملت بحياتي كانت فرقة غربية كان اربع خمسة اشخاص نبرم نعمل حفلات بالمدارس فرقة خالد الهبر كانت لا كان اسمه رامبو بريدج كنا نسمينا على اسم اسطواني جيمي هندريكس جيمي هندريكس كان مرحوم بس كان جيتاريست عظيم بيه هالوقت كمان بنفس الوقت كانت عم تقوى التحركات العملية بلبنان التحركات السياسية المقاومة الفلسطينية اعتداءات الاسرائيلية دايمة على جنوب لبنان فكله هيدا عمل خليط طويل عريض يعني من الموسيقى للموقف السياسي للنضال للمظاهرات اللي كنا ننزل فيها مظاهرات الطلبية والمظاهرات الدفاع عن المقاومة الفلسطينية وعن عروبة لبنان كل هيدا خلى انو نوصل بفترة معينة انو نحنا بدنا اغنية مختلفة اغنية مختلفة اغنية مختلفة عن كل هيدا اللي عم نسمعه هلأ طبعا مش عن الرحابني يعني بس اغنية مختلفة عن اغاني السوق الاستهلاكية العادية وبلشت هالتجربة مع اغانية مثل كفاركلة كفارشوبة عيتارون نعم سندخل اكثر بعمق في هذه الاغاني وبالحديث عن الاغنية النضالية التي نشأت من البيئة النضالية التي خرج منها خالد الهبر لابد ان خيارات خالد الهبر بحياته استنتاجا من المحيط الذي خرجت لا اعتقد بان خياراتك في الحياة هي سهلة كيف اذا كانت الخيارات تتعلق بشخصية خالد الهبر وبشركة حياة خالد الهبر نعلم انك تزوجت من السيدة سوسن الهبر كيف كان الاختيار لشركة الحياة؟ انا تعرفت عليها كنا باتحاد الشباب الديمقراطي وكنا عاملين مجموعة اسمها تجمع الطلاب الديمقراطيين في المدارس الخاصة لانه نحنا كنا بالمدارس الخاصة انا كنت بالافتار وهي كانت بالليسي تعرفت عليها بالعمل النضالي بالمظاهرات بالتوزيع البيانات توزيع الجرايط توزيع المجلات ومن وقته انا ويها ما منفترق يعني كيف يقرأ خالد الهبر المرأة؟ المرأة مستقبل الرجل مستقبل الانسان المرأة المرأة هي الحالة المتقدمة عن الرجل هي اللي اوعى من الرجل هي اللي بتعمل العيلة هي اللي بتحضن العيلة هي اللي بتربي العيلة الرجل عنده اهتمامات مفي شك يعني بس اهتمامات المرأة هي انا برأيي هي اللي بتخلي الحياة تستمر ابو ريان نعلم بان عائلة خالد الهبر عائلة صغيرة نسبيا كم عدد أفراد الأسرة نحن أربعة بالعائلة أنا وزوجتي سوسان وريان ابن الكبير ورمزي ابن الزغير نعم بالحديث عن ريان تحديدا الموسيقي المعروف والذي دخل إلى القفص الدهبي مؤخرا بزواجه من السيدة فرح مخول طبعا إن شاء الله زواج ميمون لهما وقبال رمزي لكن نعلم أيضا بأن الأبناء أبناءهم يتصلون بالفن بطريقة ما هل لأنهم أبناء خالد الهبر ماذا عن العائلة حدثنا عنها تعرفي أنا ما كنت بدي أنه يسيروا على نفس الخطة اللي أنا صرت فيها لأنه هذه الخطة كتير صعبة متعبة على كل الأصعيدة منهكة بدأ نفس طويل بدأ استمرارية ممكن يعيش بفقر الواحد من وراها ممكن يعيش بحالة عوز واحد من وراها فكان بدي يروحوا على ميادين تانية بالمرة يعني بس جو بالبيت أنا شغلي بالبيت أساسا ما عندي مكتب يعني لقلي جو موسيقى بالبيت فربعوا اثنان بيجو الموسيقى هل يورث الفن؟ لا يورث لا يورث لا يورث الفن بس ما بعرف يمكن الموهبة بتخلق مع مع أولاد الموهوبين أنا ما حاولت ورث وهلأ إذا بيرش على القرار لقالي بقلهم ما بدي ورثكم موسيقى بدي حاول ورثكم شوية مصاري مثلا نعم بالعلم أنه مهنة الموسيقى يعني مهنة نبيلة وجميلة جدا لماذا؟ مهنة نبيلة وجميلة جدا هي صعبها إنما صعب كتير يعني صعب كتير للواحد يعيش حياة موسيقى ما فيها استقرار ما فيها استمرارية بشكل دايم ما فيها يعني مش موظف الموسيقى ما أنه موظف إنه مطمن باله إنه أنا بقبض معاشي آخر الشهر ويقول لي بده يصير يصير مهمة تفلس الشركة اللي أنا فيها أو الدولة اللي أنا فيها في صعوبة باستمرارية الحياة للموسيقى بالأخص ببلد مثل لبنان اللي ما بيدعم يعني هاي التجارب اللي نحن بنعملها هاي الموسيقى اللي نحن بنعملها هاي دي ببلاد الغرب هاي دي بيجيها مساعدات من الدول من الدول تبعهن الموسيقى لأنه تجارب طلاعية تجارب مختلفة تجارب متقدمة بقى هون ما حدا بيطلع فينا يعني هون نحن بدنا نقلع شوكنا بإيدنا متل ما بيقولوا ومشان هيك ما كان بدي إياهن أنا بس ريان هو أخذ قراره من كان صغير يعني كان عمره 14-15 سنة أخذ قراره إنه بده يمشي بالموسيقى وخلاص مشي يعني وبتذكر أنا إنه اشتبكت أنا وياه وقت بعد ما أخذ المكالوريا الترمينال يعني قرر إنه بده يفوت على الكسليك قلت له لا بده يعمل موسيقى بالكسليك قلت له لا فوت عمول شي تاني قلت له بتعمل الموسيقى كهوية قال لي أبدا بدي فوت على الكسليك وأنا مش معود أقول له لا عشي يعني فأخذ قراره هلأ رمزي مع أنه درس فترة طويلة بيانو درس 3-4 سنين بيانو بس عم يعمل شي تاني بركي بكون الأمل برمزي أكبر نعلم أستاذ خالد بأن لكل مناضل وطني سلاح وسلاح خالد الهابر هي الكلمة واللحن والنوات التي تستخدمها أو ترسلها من خلال الجتارة كما أثرت الأغنية الوطنية برأيك أستاذ خالد على نضالية المجتمعات العربية اليوم؟ يعني أنا ما في يقلك التأثير يعني لازم اترك هذا الحكي للناس العاديين للجمهور العادي طبع هاي الأغنية هني يردوا على هايك سؤال بس أنا بقول من خلال التفاعل اللي بيصير بيناتنا وبين المتلقين كان على المسرح أو كان على صعائد سماع السيدي أو حضور حفلة على التليفزيون أو شيء بعرف ردود للفعل كتير عظيمة وهيدي مش من هلأ هيدي من سنة الأربعة وسبعين من أول ما بلشنا يعني أنا بعرف كان في مقاتلين يسمعوا هاي الغنية يغنوها ويحملوا حالوا ويروحوا على الجبهات يقاتلوا أثرت كتير هلأ بفترات متفاوتة طبعا بس إنه بالعصر الزهبي طبع سعود الحركة القومية والوطنية العربية كانت هالغنية سلاح كتير يمهم طبعا بالإضافة للمسرح، للشعر، للغناء بالإضافة لكل أنماط الفنون والثقافية هيدا تأثيره نعم، لكن رتحل من الزمن أو فترة طويلة من الزمن لم تتخلى عن هذا السلاح هل هو سلاح فتاك؟ لا، ما فيه حرام ما فيه نسمى الموسيقى سلاح فتاك ما فيه نسمى الأغنية سلاح فتاك السلاح لأسلحة فتاكة إلى أصحابه وأربابه لماذا؟ كان حتى القلم يستخدم كسلاح في بعض الأحيان؟ كيف الموسيقى يعني؟ ايه، بس هي سلاح إذا بدك ناعم هو السلاح الوحيد الذي لا ينطبق عليه سلاح ذو حدين؟ لا، ولا ذو حدين ولا يقتل نعم هذا سلاح لا يقتل هذا سلاح بيوصل لعندك يبتق تنعي أو ما بتقتنعي بيطرح عليك أسئلة وبيخليك أنت تطرح الأسئلة بنفس الوقت هيدا دور الأغنية تحريضي طيب من يجيب على الأسئلة التي تطرح عادة بالأغنية النضالية؟ من خلي الناس تجيب على الأسئلة من أجاب على أسئلة خالد الهبر في المقدمة التي ذكرتها؟ ما هيدا بارح كان ولد؟ ما حدا أنا عم بسأل ربنا نعم وبعد ما نطري الجواب من ربنا بعد ما وصل للجواب أستاذ خالد هناك التباس أو لغط إذا صح التعبير بتسمية الأغنية الملتزمة هناك من يطلق عليها تسمية أغنية ملتزمة وهناك من يقول بأنها أغنية سياسية ماذا برأيك؟ ما هي الأغنية الملتزمة؟ كيف تسمع؟ أنا برأيي سمي التجاوز عن أسماء كثيرة أغنية ملتزمة، أغنية مختلفة، أغنية سياسية، أغنية ثورية، أغنية وطنية سمي ما شئتي بس أنا شخصيا بحب سميها الغرب